وباقي المران طبعاً بيكون الجهاز الفني بيشتغل فيها مع كل اللاعبين أروح لزميل العزيز على الهواء مباشرةً فاروق صلاح مراسل قناة النادي الآهلي من مقر النادي الآهلي في الجزيرة وتحديداً من ملعب التيتش عشان نطمئن من خلاله على آخر الترتيبات والاستعدادات بالنسبة لمباراة المريخ في ظل غياب عشرين لاعب عن قائمة الفري الأول بسبب الأجندة الدولية وإصابات أخرى مساء الخير يا فاروق كل التحية لك زميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الآهلي في كل مكان عايز أتطمن منك بقى النهاردة بيتس موسيماني في أول اجتماع مع اللاعبين أبرز الكلام اللي ممكن يكون آلوا بالنسبة للمرحلة اللي جاية عندك غيابات عديدة وانت طبعاً المباراة اللي جاية انت عندك مباراة المريخ السوداني في ظل غياب عناصر أساسية كثيرة إزاي الجهاز الفني هيتعامل مع الفترة الجاية وإزاي هيتغلب على هذا النقص العددي وهل استعانى من خلال بعض الفيديوهات اللي شفناها بعدد كبير من لعاب قطاع الناشئين ولا لا بالفعل محمد دخليني أعربك من الصورة وأعرب كل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الآهلي في كل مكان طبعاً النادي الآهلي النهاردة بيستأنف تدريباته بعد راحة استمرت لأكثر من ستة أيام عقب المباراة الفيتا كلاب وفوز النادي الآهلي على فيتا كلاب بسلسة أداف مقابل لشئ لا صوت يعله فوق صوت مباراة المريخ السوداني دي كانت أبرز يعني كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين في المحاضرة الفنية اللي انطلقت قبل المران أهمية المباراة وأهمية تحقيق الانتصار على المريخ السوداني ومن نقاط المهمة جداً يا محمد اللي اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين تغذية الدوافع لدى اللعبين في ثقافة الفوز خارج الملعب واني دي دايماً تكون هي اللغة أو يعني الدافع الأساسي للعاب النادي الآهلي أيضاً من النقاط المهمة جداً يعني مستر بيتسو موسيماني يتكلم على أهمية هذه هذا اللقاء المريخ السوداني وضروري تحقيق الانتصار من أجل إن شاء الله تصدر المجموعة ويتكون الأمور سهلة في مباراة تأسيمة إن شاء الله في المباراة الأخيرة ومن ثم إن شاء الله تصدر المجموعة وقال إن دايماً بيبقى قدر النادي الآهلي إحنا آلس متوجين بالبطولة التسعة لكن أنا قبل ما جاء النادي الآهلي أنا عارف طموحاته طموحات لعبيه وفقده كله أنا عارف طموحات جماهيره عارف إن أنا دايماً مطالب مني المركز الأول مطالب مني تصدر المجموعة ومطالب بتحقيق البطولة يعني كلها أبرز نقاط إيجابية من مستر بيتسو موسماني في حديثه مع اللعبين قبل المران يا محمد كان فيه مسحة طبية طبعاً أنت عارف طبقاً للإجراءات الاحترازية المتابعة داخل النادي الآهلي بعد العودة من فترة الراحة والأجازة تم إجراء مسحة طبية لكافة اللعبين وزي ما أنت استعرضت فيه ظل غياب مجموعة كبيرة جداً من اللعبين سواء اللعب المنتخب المصري الأول التمن اللاعبين الموجودين وإن شاء الله هستوقف نقطة مهمة جداً خاصة بالمنتخب المصري يعني إن شاء الله في ختم الحديث هتكلم معك فيها نقطة مهمة جداً أيضاً الخمس لعبين الموجودين في المنتخب الأوليمبي وأيضاً وولتر بواليا وديانج إلى جانب المصابين طبعاً المستر بيتسو موسماني إضطر أنه يستعين بأكثر من 12 لعب موجودين من قطاع النشقين في النادي الآهلي كلهم من فريق نادي العالم واليد 2001 وفريق التسعة وتسعين كلهم عراسة مميزة جدا طبعا أحمد طريق سليمان مصطفى بالضبط يا محمد 12 لعب سواء أحمد طريق سليمان طبعا مع وجود محمد الشناوي ومصطفى شبير سواء في المتخب المصري الأول أو المتخب الأولمبي أيضا اللعبين مصطفى الياس ومحمد حسام ميدو وإحمد أشرف ومحمد أشرف وإحمد سيد عبد النبي عمر رزق وليد مصطفى أحمد الشامي ولعب حسون محمد أحمد سيد غريب يعني يا محمد أبرز أسماء اللعبين الموجودين من قطاع الناشئين في النادي وكلهم بالمناسبة عناصر مميزة جدا أروح بك يا محمد بقى اللقطة مهمة جدا أننا طمنك على حالة اللعبين المصابين يعني كان لي حديث مع دكتور أحمد أبو عبلة وأقولك أن فيه من الأخبار السرة طبعا النهاردة وليد سليمان بيشارك في التأسيمة بصورة أساسية وبصورة كاملة جدا وليد سليمان إن شاء الله يكون جاهز لرحلة الصفر إلى السودان هتبقى صفره يخضع لي الرؤية الفنية لمستر بيتسو ومسيماني أيضا محمود متولي النهاردة بيشارك في المران وبيشارك في التأسيمة بيصير بخطة إن شاء الله سابتة ومميزة إن شاء الله قريبا محمود متولي إن شاء الله يكون موجود فيه التشكيل وفريق النادي العلي إن شاء الله يعني المراحل اللي ماشي فيها محمود متولي وتطمننا من خلال دكتور أحمد أبو عبلا على محمود متولي أروح بيك يا محمد لتونس ونتطمن على حالة علي معلول كان لي حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلا وكان يعني يوضح للأمور إن فيه اتصالات شبه يومية مع دكتور سهيل الشاملي طبيب المنتخب التونسي لمتابعة كل الأمور الخاصة بإصابة علي معلول وإن شاء الله من المقرر عودة علي معلول إلى مصر إن شاء الله يوم 30 مارس عقب العودة إن شاء الله هيخضع ليه تقييم من قبل الجهاز الطبي قبل اندمامه إن شاء الله للتدريبات الجماعية أطمنك أيضا وإحنا بنتكلم برضو على المصابين إن محمد محمود لازال فيه البرنامج التأهيلي وإن شاء الله خلال ثلاث أسابيع يكون موجود فيه التدريبات الجماعية للنادي العلي أيضا محمد محمود خلال ثلاث أسابيع يكون موجود في التدريبات الجماعية محمد طيب آخر حاجة أنت كنت عايز تقول حاجة متعلقة بالمنتخب الوطني أو اللي حاجة على أقر تدريب الأهلي بالضبط وعايز أعرف منك البرنامج الفترة الجاية يبقى التدريب فترة واحدة ولا ممكن يكون فيه فترتين نقطة المهمة محمد نقطة المنتخب المصري طبعا كان بعض الأخبار اللي يعني تم تناثرة أو عن إصابة أيمن أشرف كان ليه حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلا نقطة يعني كان على تواصل مع دكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب المصري وأيضا أيمن أشرف طبعا أنت عارف أيمن أشرف بعني بعد فترة الرحة بيبقى فيه بعض الشعور بالألام في الرجبة الدكتور أحمد أبو عبلا تابع مع الدكتور محمد أبو العيلة ومع أيمن أشرف كان فيه بعض الألام ولكن الألام تلاشت النهاردة وأيمن أشرف شارك في المهار لم يشارك في المران بالأمس أو قبل أمس ولكن شارك في المران بصورة كاملة النهاردة بطمنك وأيمن أشرف إن شاء الله موجود مع المنتخب المصري طمنتك على أيمن أشرف البرنامج يا محمد إن شاء الله الفريق هيستاني في تدريباته غدا إن شاء الله يكون فترة واحدة الفريق إن شاء الله هيستاني في تدريباته غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا بمشيت الله تمام زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه الأشياء